تعالي نرجع لفيتامين بي بصفة خاصة بكل مشتقات وفي حال ان هو ناقص في الجسم ده بيسمع في ايه بيسمع اول حاجة في الاعصاب بتلاقي ممكن ايدك ترتعش شوية التهب في الاعصاب لكن مش كل الايد اللي بترتعش احنا عندنا الباركنسونيزم شلل الرعاش ده بتجري على الدكتور تاخد الدواء بتاعك من احد الاعراض الارتعاش اليد تنميل الاطراف على طول العين صحة النظر شوية زغلالة سنة كده لان هو بيدعم اعصاب العين جدا عشان كده بتلاقي على طول مرضى السكر بيمشوا على فيتامين بي لازم الدكتور يكتب لهم يعني بينصحهم بفيتامين بي عشان دعم للاعصاب لان مرضى السكر بيبقى على طول عندهم اعصاب رم تعبانة شوية فدعم للاعصاب صحة العين مهم جدا لصحة العين ناقص فيتامين بي ممكن يديني عدم تركيز الخلايا العصابية اللي في المخ كلها محتاجة فيتامين بي محتاجة جدا فبتلاقي عندك برضو الموضوع ده عندك الدوخة لان هو بيدعم لكورات الدم الحمراء فلو كفاءة الدم حصل فيها برضو خلل ممكن يبقى من احد الاعراض ناقص الكوبولامين اللي هو فيتامين بي 12 طيب الزاكرة فيه ناس كتير بتشتكي من ضعفها وكمان من ضمن الناس اللي هي في عز شبابها الحقيقة زائد ان انا خدت بالي في الفترة الاخيرة بعد انتشار طبعا وتفشي جائحة كورونا ومن بعدها اوميكرون فيه ناس كتير من اللي تعافت من المرض سب لها اثر في مكان ما يعني واحد ممكن يضربة جايله في القولون حد تاني المشكلة جايله في النظر او في التزوق او في الشم او في المعدة يعني فهم ساعات كمان ودي لاحظت ان هي قسم مشترك مع ناس كتير يقولك انا مبقيتش زاكرتي زي الاول يعني انا بعد ما تعافيت من الكورونا بقيت بنسة بشكل ملحوظ عن قبل ما اصيب بالكورونا او بالاوميكرون انا بقول ان قلب مولتي فيت ده لايف ستايل هو ممكن يكون اكيد لازم يمشي مع الدكتور لو عنده مشكلة ما من متلازمات الكورونا هيحتاج اكيد ادوية يمشي عليها فترة وبيوقفها دي بتاعت الدكتور لكن قلب مولتي فيت داعم جدا اتس ناطا ثرابي هو مش علاجه هو داعم للصحة والمناعة فممكن ياخده هيلاقي تركيزه احسن شوية